اهلا بكم اصدقاء وصديقاتي طلاب وطالبات التعليم الفني الفندقي النهاردة بسعيدنا ان احنا نلتقي بكم مجددا وبنتحدث يمكن من خلال هذه الحلقة عن مادة القواعد الامنية لصف السالس الفندقي بنشوف قد ايه ان الامن مهم جدا في كل مكان ويمكن في الاماكن اللي فيها زحام او فيها دخول لجماهير مختلفين وتعاملات مع جمهور ونزلاء لابد ان يكون فيه جانب الامن مزبوط بيمشي زي الساعة تمام النهاردة هنتكلم عن اشياء كثيرة ولكن في اول كلامنا هنتكلم مع حضراتكم عن تأمين المواصلات السلكية خطوط التليفون داخل الفنادق النهاردة بيساعدنا ان يكون معنا محاضر في هذه الحلقة الدكتورة وسام محمد صاحبة هذه المادة والمدرثة القائمة عليها من وزارة التربية والتعليم والمستشار لها ايضا اهنو السلام بحضراتكم نورتين يا فندق دكتورة وسام الجانب الخاص بتأمين المواصلات او الاتصالات اللاسلكية اللي هي بتعتبر خطوط التليفون الارضي على درجة كبيرة جدا من الاهمية اسمحيلي كتير من النزلاء الفنادق ما بيخشوا بيبقوا مطمئنين على ان كلامه مع اي حد سواء كانت مكالمات خارجية او داخلية يعني مكالمات غير مسجلة مثلا وكمان غير يعني تم تصنط عليها فهو امن وحاسس ان فيه امان ايه المخاوف اللي ممكن تدعو النزلاء او حتى العاملين على نوع من اختراق الامن لهذه المواصلات اللاسلكية او اللاسلكية ان شاء الله هو طبعا العميل او النزيل اللي في الفندق قاعد في الغرفة بتاعته لازم يتوفر ليه كل الوسائل الراحة تمام فلازم ان هو طبعا ما بقاش قاعد معزول عن العالم الخارجي تمام فعن طريق خطوط التليفون هو بيقدر ان هو ممكن يكلم اي حد سواء في مصر سواء في العالم الخارجي يخلص شغله فلازم ان انا يكون ما امناه لخطوط التليفون كويس جدا بحيس ان ما حاسش يقدر يتصنط على اي مكالمات او اي المكالمات بتاعته تمام فزي النهاردة طبعا عندي بعض المشاكل اللي بتواجه ان انا امن زي ان انا امن الكوابل الخارجية في الفندق تمام لازم ان انا امن الكوابل الخارجية لخطوط التليفون ان انا طبعا مصاري الكوابل الخارجية مصاري الكوابل الخارجية اللي يدخل على الفندق افندم اللي من بره الفندق ودخل عليه طبعا التليفونات عم زي اللي عندنا في البيت بيبقى فيه بوكس كده متوزع منه خطوط التليفونات للفندق فلازم أننا أمن الكوابل الخارجية دي المصاري الكوابل الخارجية لازم بتمر من الفندق للجهة المعنية بالاتصال على طول ما تمرش على عدة مواقع ولازم أن المواقع اللي هي هتمر بيها لازم تكون مؤمنة عشان محدش يقدر أنه هو يتلصص على أي خط أو يستعد في خطه معين ويقعد لتلصص عليه يبقى تاني حاجة كمان سندق توزيع الخطوط مش مسموح أن أنا أستخدم عدد كبير من سندق توزيع الخطوط اللي هي بتحمل نهايات طرفية للخطوط التليفون مش مفروض أن أنا قطر من سندق توزيع الخطوط ولازم كمان سندق بتاع توزيع الخطوط دي أنا لازم أحطها في أماكن مزدحمة مش جيش مثلا أحطها في شارع جانبي في شارع ضلمة بحيث أن الرجل عليه خفيفة ويجب أن أي حد عايز يتصنط على أي خط يلعب في الخطوط يبقى الدنيا أمان بالنسبة له وبرحته بس لازم برضك لأنه ممكن يتهيأ في شكل مثلا عامل تليفونات ويخش ويعمل أنه عامل تليفون تمام فلازم سندق توزيع الخطوط تكون في أماكن مزدحمة ولازم يكون عليها حراسة يكون كمان في كاميرات مرأبة على هذه الأماكن بالضبط لازم يكون عليها حراسة وكاميرات مرأبة بحيث أن ما فيش أي حد يقدر أنه يدخل ويلعب في سندق توزيع الخطوط دي تمام بفضل طيب الجانب الخاص في حل المشكلات المتعلقة بالسندق نفسها في توزيع الخطوط لازم طبعا نحاول أن أي مشكلات وجدنا لازم نحاول نحلها قبل ما تقع المشكلة فلازم أننا أقلل عدد استخدام عدد كبير من سندق توزيع الخطوط زي ما اتفقنا قبل كده من شوية أننا ما تقطرش من سندق توزيع الخطوط لازم أننا أحطها في أماكن مزدحمة مش أماكن فضية أو في شوارع الجانبية ولازم يكون عليها حراسة شديدة كمان أننا ممكن أن أأمن أو أحل سلوب حماية الكوابل الخارجية عن طريق استخدام السلك الشركي والسلك الشركي دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن أسلاك مجدولة مرتبطة بالغلاف الخارجي للكبل عندما بيجي أي حد ممكن أنه يقطع الكبل الغلاف الخارجي للكبل بيدي انزارات عالية جدا أن فيه حد بيلعب في سندق توزيع الخطوط أو حد بيقطع لي الخط ليه بقى لنتيجة انقطاع الطيار الكهرابي المتصل بالسلك الشركي ده يبقى موجود الألارمة أو الإنزار هنا داخل الفندق ولا داخل المؤسسة متصل بالفندق في غرفة التحكم طبعا في الفندق بالضبط كده لأننا لو هو إداني إنزار في الصندوق آه هي عليها حراسة بصعبات ما يبلغ الفندق ويرجع هياخد وقت فلازم يكون كمان متصلة بالإيه بالفندق من أسباب أو حل المشاكل دوائر الفندوم دوائر الفندوم دي عبارة عن استنباط خط تالت من خطين موجودين أصلا يعني أنا عشان ما قطرش إحنا قلنا إن إحنا مش هنقطر من كمية سندق التوزيع وكمية الخطوط الموجودة فهبدأ إن أنا عندي خطين موجودين أصلا هنصبت منهم إيه خط تالت بس أنا عندي مشكلة في دوائر الفندوم بتقابني وهي مشكلة السمع الجانبي أو التشويش أحيانا حتى عندنا في البيت أحيانا ساعات لما بيجوا يصلحوا في البوكس بتاع التليفونات بحس وأنا بتكلم حد رفع السمع هناك بزبط أو حد أو اتنين بيتكلموا هما ما بيقول سمعيني يعني أنا لو كلمتهم مش بيبقى سمعيني بس أنا ببقى سمعيهم أو فيه تشويش طب فده دي مشكلة من دوائر الإيه الفندوم طيب المشكلة دي ليه بقى أو لعدة تحصل لعدة أسباب أول حاجة الوضع الغير ملائم للأسلاك أو للخطوط داخل الكابلات دي أسناء التصنيع يعني ممكن هم بيصنعوا الكبل صنعوا بطريقة إيه مش مظبوطة أو طريقة غير صحيحة فده بتسبب التشويش أو السمع الجانبي كمان لو أن الكابل اتأثر عندي بيء الحرارة أو بالرتوبة فطبعا كل ده بتسبب السمع الجانبي أو التشويش كمان لو وجود الكوابل الهاتفية بجوار الضغط العالي لو فيه محطة ضغط عالي للكهرباء أو للمترو أو لترام كل ده بيأثر على دواير الفندوم وبتأثر بتسبب السمع الجانبي والتشويش وده كله مشاكل لابد أن احنا نحتاط نيها ونقللها على قدر الإمكان يعني مش هنلجأ لدواير الفندوم إلا في الضرورة القصوى دكتور بالزبط أو أن احنا بنعمل دواير الفندوم وبنبقى واخدين بالنا من الأسباب اللي هي بتسبب السمع الجانبي أو التشويش طب اسمحيلي دايي يمكن عن الخطوط اللي برا الفندوق طب الخطوط اللي داخل الفندوق زي نقدر نأمنها كمان خطوط الداخلية بتاعتها الهاتف بداخل الفندوق هي بنأمنها طبعا عن طريق سندية توزيع الخطوط لازم تكون في غرف مغلقة وفي غرف مؤمنة ولازم عليها حراسة شديدة كمان بزود الأجهزة اللي عندي بالمفاتيح الفاصلة للخطوط يعني مثلا الكمبيوترات الطباقة الات الطباعة وحدات حفظ استرجاع اللي بيانات كل دي منها كل حاجة منها لازم بتكون ليها مفاتيح فاصلة ان انا بقدر افصل الخطوط عن بعضها لعشان لو حصل عندي مشكلة في خط معين ما يعطليش بقى كل الخطوط لا ان انا بفصل الخط اللي فيه مشكلة وببدأ كل الخطوط بتكون ايه شغالة كمان ان انا بحمي شبكة الخطوط الداخلية للفندوق ازاي بحمي شبكة الخطوط الداخلية للفندوق انا ما حطش اي علامات ظاهرة للخطوط او الاتجاهات الخطوط انا مجرد ان انا بعمل ايه برقمها ومين اللي بيبقى اعرف الترقيم بتاعها اللي هو مهندس اللي عمل ليه الخطوط كمان دوائر الانذار لو انهاش مثلا باللون الاحمر انا بسيبها بنفس لون الخطوط وببدأ ان انا ارقمها او بديها علامات مميزة بي بقى اعرفها المهندس اللي هو صممني سندق التوزيع ديت بحيث ان ما يكونش اي حد يقدر ان هو يتجنب عايز يتسنت على خط مثلا غرفة معينة او يتلصص عليه يتجنب بخطوط الانذار ويبدأ يشتغل على خط اللي هو عايز يبقى مش عارف الخطوط من بعضها طيب دكتورة كيف تم تأمين الاجهزة نفسها يعني ممكن نلاقي مثلا في الجهاز ممكن حد يحط مثلا حاجة كده تسنت جهاز الهاتف جهاز الهاتف ان ممكن جهاز الهاتف يتحول لجهاز تسنت عن طريق حاجة اسمها الالقاط التأثيري ان هو بيلقت اشارة بيتحول من جهاز تليفون عادي جدا لجهاز تسنت حتى لو ما ترفعش سماعة التليفون فلازم ان انا امن اجهزة التليفون وخاصة الاجراز لان ملف الجرس اللي موجود في التليفون ممكن ان هو يرسل كل الكلام اللي داير في الغرفة ملف الجرس بس تمام بيدوله اشارة معينة فبيتحول ملف الجرس من تليفون لجهاز تسنت بيفتح الخط وهو مقفوض وحتى السماعة محطوطة كل بقى الكلام اللي داير في الغرفة ممكن ان هو يتنقل عن طريق ملف الجرس تمام لازم كمان ان انا المراجعة لضمان عدم موجود معدات تشكل خطورة دي بتسمى الاختراق الفني يعني ايه المعادات اللي بتشكل خطورة دي عبارة عن مفاتيح شبه موصلة صغيرة جدا بيتم اخفاءها في التليفون طب انا بكتشف منين ان هي موجودة في التليفون عن طريق تشف طيار طفيف بيتصرب من التليفون بيقذي لانخفاض فرق الجهد بالتليفون تمام ليه 48 ايه فولت طب ان انا ادمرها ازاي بادمرها عن طريق ارسال زبزبة قوية قوتها 900 فولت بتدمر لكل المعادات اللي موجودة جوه ايه جهاز التليفون وده بيسمى بالاختراق الفني الله دكتورة هده معنى اللي ممكن يكون سبب هذا الاختراق هو العميل او النزيل نفسه او حتى اللي بيقدم خدمة على الغرف رغم طبعا اللي بيقدمه خدمة على الغرف هم معروفين امنيا ومتابعين وهو لاخرف الجانب الامني فيهم متوافر يعني تمام لكن الجانب الخاص دي العميل نفسه او النزيل نفسه هو ممكن يكون مصدر الخطر في هذه النوعية من التصنط بالزبط تمام طب يا دكتورة معنى كده ان البوابات هتتأمن كمان وحنا داخلين عشان بعض الاجهزة وبعض الحاجات اللي بيحملها النزلة لابد ان احنا اتأكد ان هي مش متوافرة فيها هو طبعا بين العميل وهو داخل بيمر على اجهزة الكترونية كتير للتفتيش عشان يتأكد ان هو ما معهوش اي حاجة غير مسموح ان هو يدخل الفندوق طب النزيل في الغرفة قاعد عندي في الغرفة هو طبعا الغرفة دي تعتبر شقة مستقلة ليه مقدرش ان انا اخش مثلا اشوفه هو بيعمل ايه في الغرفة او ان انا افتش الغرفة بدون سبب واضح مين بقى اللي بيلاحظ لي الحاجات دي تكلمته في حلقة سابقة وقلنا ان تعريف الامن بالطبق او الامن بيتطبق بطريقتين بطريقة مباشرة عن طريق مدير الامن ومساعديه وبطريقة غير مباشرة عن طريق جميع العاملين في الغرف جميع العاملين في الفندوق مين اكتر ناس محتكين بالغرف مش في الغرف ومش في الادوار فمش في الغرف وهو داخل بينضف الغرفة ممكن يسمع اي حاجة غلط ممكن يلاحظ اي حاجة على النزيل او يلاحظ اي حاجة موجودة في الغرفة فبالتالي بسرعة مفروض ان هو يصارع ويبلغ مدير الامن عشان يحتاطه من النزيل لان ممكن طبعا يكون في حد من النزلاء يعني تصرفاته غير يعني امينة طب لو انكلمنا عن عامل السويتش طبعا زي ما مشوف في الافلام بيمثل خطورة كبيرة جدا في اختراق حاجات معينة خصوصا لزي كان العامل دوت مش العامل الفعلي تنكر ودخل زي ما مشوف في الافلام داخل المكان وتعامل معه ازاي نقدر نعرف تعليمات او نقدي تعليمات مهمة جدا مع عامل السويتش عشان يقدي هذه المهام بسرية وفي نفس الوقت يا دوبك هيوصل الخط ولا يتطفل على سماعه هي طبعا مدير امن الفندوق لازم بيكون بدي تعليمات امن لعامل السويتش او غرفة التحويلة طيب ايه زي التعليمات اللي هو ممكن انه يديها لعامل غرفة التحويلة اول حاجة الالتزام بعدم التحدث باي موضوعات تخص العمل ودي كان برضك ضمن نقطة ضي ضمن نقاط تأمين اجازة الهاتف وهي ان احنا بنكشف على اجازة الهاتف ما يكونش فيه اجازة تطفل زي الميكروفونات اللي هي بتتحط جوه اجازة الهاتف كمان فيه نقطة ليه تجنب الاعتراض المسموح وهي عن طريق الموظفين اللي في غرفة التحويلة انه هما ممكن بحسن نية او بسوء نية انه هما بيطلعوا بيفشوا اسرار العمل فلازم ان انا اي مكالمات بيعملها العامل اللي في غرفة التحويلة بتتراقب بيتعرض تاريخها ومحتويها وعلى مدير الامن عشان يقدر انه هو يقرر ان المكالمات داية فيها شيء يتكلم فيه عن اسرار العمل او شيء مسموح به طب ايه التعليمات اللي بني ديها الامن عامل السويتش كمان انه هو غير مسموح ان التصنط للمكالمات الداخلية والخارجية بتاعته العامل غير مسموح ان هو يترك غرفة التحويلة الا بازن قانوني ويلتزم بمواعيد العمل كمان غير مسموح انه تواجد اي شخص غير الشخص اللي بيعمل في غرفة التحويلة كمان فقط لازم أنه يأكد كل يوم عن أن الخطوط كلها سليمة ويبلغ عن انقطاع بطيار القهربي أو أي أعطال موجودة في الخطوط اللي عنده لازم يعمل سجل لأعطال الخطوط ويكتب فيها كل يوم أن جميع الخطوط سليمة أو لو الخطوط فيها عطلة ويبقى فيه تفتيش دوري عليه ومتابعة دورية عليه عشان نطمئنها لكن واقعيا دكتورة دلوقتي الناس بقى تستخدم الموبايل يمكن الجانب الأمني على المكالمات الداخلية جوة الفندق أكتر منها من الخارجية خصوصا الخارجية الناس دلوقتي اعتمدت على المحمول الموبايل وده يمكن وفر حاجات كتيرة هل على المحمول في الفكر الجديد مستويات أمنية أيضا عشان نحميها في التصالات أو أولي الآخر من هذا الجانب ولا هي محمية بطبيعتها لأنها مع أصحابها هي محمية كمان شركة التصالات لأن طبعا المكالمات لو في أي مشكلة حصلت من النزيل ده ممكن هما يرجعوا لشركة الاتصالات الخاصة بالمحمول بيجيبوا بقى سجل المكالمات بتاعته كلها طبعا أصارت نقطة في غاية الأهمية أن التليفون ممكن يكون مقفول لكن برضك يكون مفتوحه في تسلط الجانب ده ممكن يخلي النزلاء على طبيعتهم يمكن المشاهدين بيتابعونا هل أنا عشان أأمن نفسي في الحل الزي دي أنا مش أستخدم التليفون طبعا أنا ممكن أشيل الفيشة بتاعت التليفون ومن هنا هضما أن التليفون ما بقاش موصل هل ده ممكن بيحصل ولا عادة الفيشة ما بتتحركش وهي سبتة بشكل مستقر لا بيتهيق لي في الفندق ما بيبقاش فيه فيش في الفندق أن هو يفصل التليفون أو كده ده هي التليفونات كلها بتبقى موصلة بغرفة السويتش تمام يعني هو العملية وقفة على الأمني الجانب الأمني الدقيق جدا جدا طب دكتورة خلينا نروح لجانب آخر في جانب سنضيق الخاصة بخذانة الفندق اللي العملاء بيحطوا فيها مغتنياتهم وحاجاتهم الضرورية عاوزين يعرف إزاي هيكون فيه تأمين على هذه السنضيق هي الخزان ده شيء بتكون من سبيل روحة النزيل النزيل جاي مثلا معاها أوراق معاها فلوس عايز يحافظ عليها مش حابب أنه يسيبها في الغرفة بيسيبها في الخزان وطبعا بتكون مؤمنة وبيتم الحفاظ عليها الخزان دي بتكون متوفرة ليه النزيل لإما ببلاش لإما بمقابل مادي طبعا إيه مش بتكون عالي يعني النزيل بيكون مفتاح للخزنة والعامل برضك أو المختص بالخزنة بيكون معاه مفتاح وبيكتب زي بطاقة كده باسم النزيل رقم الغرفة بتاعته بالتاريخ اللي فتح فيها الخزنة طيب هو حاب مثلا ياخد فلوس من الورق يشوف ورق اللي عنده أي حالة يفتح الخزنة في أي يوم من في أي وقت لازم طبعا بيقف معاه العامل المختص بالخزنة وبيتفتح هما الاثنين أمام النزيل وأمام الشخص المسؤول وبيكتب برضك في البطاقة الخاصة بالخزنة إنه وفتح في اليوم دوت وإنه وفتح بسيطة حاجة من الخزنة حط حاجة تانية أي حاجة لازم كل ده بيتكتب لكن ما بيقفش معاه بقى هو أثناء ما بيطالع على أوراقه أو على حاجاته لا طبعا هما بيطالعش على حاجاته السرية طبعا أكيد هو بس بيبقى واقف أن الخزنة اتفتحت في الوقت دوت وبتسجل في البطاقة الخاصة ده بالخزن فلازم بنحط نظام طبعا لحماية الخزن نظام مرقب عن طريق الكاميرات التلفزيونية كمان لازم أن ممنوع أن أي حد يتواجد في منطقة الخزن إلا الأشخاص المسؤولين والمسموح بهم الدخول لمنطقة الخزنة والأوقات معينة في أعمالهم الوقتية والأساسية بالضبط ولذن طبعا بحط نظام للتدخل في حالة امتهاك النظام دكتورة المفاتيح أشكالية برضك يعني المفتاح مع الفندق تم قامère مؤتيいい الفندق ممكن يبقى معه مفتحين المفتاح الخاص بالرجل للفندق والمفتاح الثاني اللي مع العميل نزين في حالة ضياع المفتاح اللي مع العميل ممكن ياخد مفتاح من الفندق وده يفتح الثانيين يبقى معنى كده أن الفندق برضك معه مفتاحين يقدر يفتح في أي وقت لو النزيل ضع منه مفتاح الخزنة الفندق بيطالب النزيل إنه هو بيدفع تمن الخزنة كاملة يعني هو مفتاح واحد بس للخزنة بالذب للخزنة الخزنة بيبقى لها أكتر مفتاح ولو المفتاح ضع من النزيل الفندق بيكلف النزيل إنه هو يدفع تمن الخزنة كاملة لأنه مش هيطلعه بقى على المفتاح بقى فيه مثلا ممكن النزيل ما يكونش أمين فممكن يكون خد المفتاح وهو مثلا بيقول بس كده فلازم طبعا أن تتغير الخزنة كلها علشان يفضل لها مفتاح واحد فقط بس منطقية لما بنيجي ناخد قلب أي شيء ممكن نفتحه وبنلاقي فيه ثلاث مفتاح واحد أو أربع مفتاح هل معنا كده أن الفندق هيصادر هذه المفاتيح الزيادة وقد بقى لحضرتك بلجنة معينة هو في حالة شراءه فيه مفاتيح نسخ تانية يبقى هي العملية مش نسخة واحدة وهل يكون فيه شركة معينة بتقدم هذه الخدمات بنسخة واحدة وليست بقى أكثر من نوصلة ممكن تكون فيه شركة هي مسؤولة عن الخزنة الموجودة في الفنادة بشكل أمني بشكل أمني وتكون مراقبة طبعا ومتابعة من الشرطة عادة أكيد ومن الأمن الفندق طيب محتويات ما غضعة في الخزنة هل هناك وسائل احترازية عشان نتطمئن لأن ما فيش خنبلة مثلا ما فيش مواد مخدرة ما فيش حاجات معينة هل بيتم مراجعة المحتوى ولا بمشاهدة العامل نفسه للمحتويات وده يمكن بينهج حكاية السرية أو الخصوصية بتاعت البلاءات وقت ما النزيل بيحتاج خزنة من الفندق بيبدأ المسؤولة عن الخزن بيبدأ يشوف إيه الأشياء يعرضوا لماكنة الأشعة المعينة الكشف أيوة يبدأ يشوف النزيل مثلا هيحط إيه في الخزنة ورق فلوس مثلا سلاح مراقص لأنه السلاح ممنوع أنه يطلع النزيل به الغرفة فبيسيبها فيه الخزنة الأمانات فبيبدأ يكتب كلام ده كله في الكرت الخاص بالإيه بالخزنة بالضبط وبيبدأ بقى أنه هو وبيمضي عليه النزيل إنه هو فعلا ومسؤول الخزنة إنه هو ده اللي موجود في لكن محتويات وأشكال وكميات وحاجات دي كلها مالهوش دعوة بيه تماما دكتور طب نروح للجانب الخاص بيه تأمين المؤتمرات والحفلات الكبيرة جدا اللي بنشوفها طبعا موضوع في غاية الأهمية بنشوف أعداد كبيرة جدا داخل الفندق وداخل في مكان واحد التأمين بيبقى في غاية الأهمية اسمحيلي لو هنكلم عن بداية هذه المؤتمرات والحفلات هنتكلم عن تجهيز قاعات المؤتمرات بتأخذ أشكال هندسية كثيرة أول ما بيشوفها العميل حتى بيختار هذا التجهيز بنفسه العميل أو الكلاين اللي داخل يعمل حفلة أو يعمل مؤتمر تمام أثناء تأمين المؤتمر طبعا المؤتمر بياخد أكتر من شكل على حسب طبيعة المؤتمر يعني عندي مؤتمر علمي عندي مؤتمر ثقافي عندي مؤتمر سياسي عندي مؤتمر فني ففي تجهيزات لقاعة المؤتمر طبعا بتأخذ أشكال معينة تأخذ مثلا شكل فصل دراسي تأخذ شكل حرف U حرف T تأخذ شكل مربع مفرغ من الوسط مسرح شكل مستطيل شكل بيضاوي لعدة أشكال طبعا بتجهيز قاعة المؤتمر بيتم بيها بيختارها النزيل مع إدارة الحفلات تمام الأشكال دي بتختلف لأنه بيقدمش بس مؤتمر وبيقدم لكن ده بيقدم كمان أكل وتناول نزلاء طعامهم في هذا المكان مع مؤتمر نفسه أثناءه إذا كان حفلة أو إذا كان مؤتمر في نفس الوقت يا دكتور يعني هل المسؤول الأمن هو اللي بيخش فيه وضع التشكيل ولا هو بيرائب وبيتمئن على التشكيل وبيعرف به بعد ما متخصصين بيقوموا بهذا العمل هو المسؤول الفرض اللي هو عايز يعمل مؤتمر عندي في الفندق بيجي بيقعد مع إدارة الفندق وإدارة الاحتفالات في الفندق بيبدأ يختار قاعة اللي هو عايزها بيبدأ يعرفوا منه طبيعة المؤتمر يعرفوا على أعداد الناس اللي جاية إيه الشكل اللي هم عايزوا في المؤتمر يعني أنهما يفرشوا قاعة بالشكل اللي هو محتاجه أو بالشكل اللي هو بيناسبه وبيبدأوا أنهو بيتفقوا على كل البنوط دي طبعا بيكتبوا عقد بيها بيجي أثناء تجهيز القاعة طبعا لازم يكون فرد أمن بينفذ أثناء تجهيز بالزبط أثناء تجهيز بيفتش كمان على أمنها وإن هي خوية من أي شيء أو أي شيء ما يعرضش أي حد الخطورة لازم فرد أمن موجود مع الناس الخاصة بفرش قاعة المؤتمر تمام تجهيزات قاعة المؤتمر لدكتورة عديدة ومتعددة في أجهزة فنية وأجهزة غير فنية وحاجات معينة لابد نجدها في المؤتمر ماذا عن هذه الأنواع من التجهيزات؟ أكيد طبعا أي مؤتمر بيحتاج مني معدات كتيرة بيحتاج مني بروجيكتور، شاشة عرض، شاشات تلفزيونية، ترجمة فورية مثلا ورق ألم، بوينت، سماعات، ميكروفونات، إضاءة، بقتل الظهور، معدات مشروبات كل الحاجات دي وكل الأجهزة دي بيحتاجوها في المؤتمر لازم طبعا تكون متوفرة في قاعة المؤتمر الأمن بيرائبها دكتورة أو يتباحها بشكل أو بآخر؟ أكيد طبعا كل حاجة بتتم تحت سيطرة الأمن طب جانب الأمن وتأمينات والإجراءات اللي بيتتخذها داخل هذه المؤتمرات والحفلات دكتورة أنا عندي نقطة تأمين الإجراءات، تأمين المؤتمر عندي تلات نقاط بتتم في أثناء تأمين المؤتمر وهي تأمين ما قبل المؤتمر، قبل نعيقاد المؤتمر وتأمين أثناء نعيقاد المؤتمر وتأمين ما بعد نعيقاد المؤتمر أنا عندي تلات تأمينات، مدير أمن الفندق ومساعدين بيعملوه قبل نعيقاد المؤتمر وأثناء عقاد المؤتمر وبعد عقاد المؤتمر لو اتكلمنا عن تأمين أو الإجراءات الأمنية لتأمين ما قبل المؤتمر بمجرد ما الشخص اللي هو بيجي بيقعد مع أدارة الاحتفالات وبيحدد قاعه وبيحدد أنه هو هيعمل مؤتمر عندي في الفندق من الفترة مثلا كذا للفترة كذا وبيبدأ خلاص يمشي بيبدأ مدير أمن الفندق بيقعد مع أدارة الفندق وبيبدأ يتعرف على نقاط معينة هيتعرف ايه أو يحدد النقاط المعينة ايه اللي هي طبيعة المؤتمر ايه طبيعة المؤتمر؟ أنا عندي مؤتمر فني عندي مؤتمر علمي عندي مؤتمر ثقافي مؤتمر سياسي طبيعة المؤتمر يشوف عدد المشتركين أسمائهم وجنسيتهم يشوف الوقت اللي هيتم فيه المؤتمر هيوعد مثلا عندي كم يوم هيوعد عندي أسبوع هيبدأ يشوف التوقيطات التفصيلية بتاعت المؤتمر لأنه مثلا هيشتغلوا ساعتين تلاتة بعدين ياخدوا بريك وبعدين يكملوا يشوف التوقيطات التفصيلية بتاعت المؤتمر بعد كده هيشوفوا المكان المحدد اللي هم اتفقوا عليه اللي هيتم فيه إناقاد المؤتمر هيشوف كمان مدى احتياج المؤتمر للمعادات والأجهزة الفنية اللي هم هيحتاجوها ليجهزوا إلقاها بها هيشوف كمان مدى السماح بالتقتال الإعلامية ولا لا يعني أنا عندي المؤتمر دوت هيسمح أنه يبقى فيه إعلام وصحافة ولا لا كمان هيبقى هيعرف الأجندة بتاعت المؤتمر المؤتمر الأجندة بتاعته هتمشي زي اليوم الأول هيمشي زي اليوم والتاني هيمشي فيه او هيكلمه اي المواضيع اللي هتم او الجدول اللي هم هيمشوا عليه اثناء عقاد المؤتمر هيبدأ ان هو يحدد كل الكلام ده كله ويبدأ مدير امن الفندق يبدأ يعمل بقى حاجات معينة تانية ايه هي وهي ان هو بيراجع خطة تأمين الفندق ويركز على خطة تأمين القاع اللي هيتم فيها المؤتمر طبعا هيراجع على منافس الدخول والخروج وسائل الحريق مكافحة الحريق هيراجع برضك او هيشدت التأمين على منافس الاخلاق بتاعت الاخلاق الفندق لازم كمان ان هو يعمل تصور مبدئي ازاي ان هو هيأمن اللقاع بتاعت المؤتمر اثناء عقاد المؤتمر هيحدد مكان مناسب للاستعلام عن المؤتمر هيحدد مكتب كده معين او هيحدد مسؤول معين هو اي حد عايز يجي يستعلم عن المؤتمر هو اللي هيبدأ يرد على الاستفسارات الخاصة بالمؤتمر هيبدأ يبلغ الجهات او يتخذ الاجراءات لتبليغ الجهات الامنية طبعا عن المؤتمر وخاصة لو كان مؤتمر سياسي لازم نبلغ طبعا الاجهزة الامنية علشان طبعا لما بيكون فيه مؤتمر سياسي او مؤتمر فيها يحضروا رؤساء دول او وزراء فلازم طبعا جهات الامنية اللي هي اجهزة الشرطة لازم بتتأمن معي هو ايه اللي بتاخد الموقف نفسه فاندمي يعني الجهاز الخاص بالشرطة والمتابعة للرئاسة هي اللي بتأمن المكان من بداية هم بيكونوا متوجدين مع مدير امن الفندوق موجود عشان لكن السؤال يا دكتورة هل رجال الامن بيليهم زي معين ولا هم متخفين في زيوم العادي يعني ممكن يكون شخص عادي من شخص لابس يونيفورم معين ولا ده مفروض يبقى مميز ومكتوب حتى فيه بعض المكتوب شراء عليه او اسمه او الاخر امن الفندق بيكونوا مميزين لان مدير امن الفندق اللي اتكلمت قبل كده عن تأمين الشخصية الهمة وقلنا تأمين الشخصية الهمة طبعا بتتأمن عن طريق رئيس فريق الحماية ومدير الامن الفندق مدير امن الفندق بيختار مجموعة من المعاونين او مساعدين الامن وبيميزهم وبيسلحهم لكن طبعا الامن اللي هم بيكونوا فريق الحماية بتاعة الشخصية الهمة او رؤساء الدول او كده ما بيكونوا لابسين لبس خاص بيكون لبس عادي مرور عدد كبير جدا من الناس اللي هم المدعوين للحفلة او مدعوين للمؤتمر ممكن يكون معهم سلاح بطبيعة شغلهم او بصفاتهم مثلا انه هم بيحملوا سلاح وليه ترخيص او ملوش ترخيص هل بيمنع الناس داخل معيدا عن الامن والجهات الامنية من له معه سلاح باي شكل من اشكال ويضعوا فيه خزينة من الخزائن لغاية ان يجي يخرج من الفندق ولا ايه بالضبط الجانب الامن اللي ممكن يتم في هذا التصور وممنوع دخول قاعة المؤتمر طبعا باسلحة لان التأمين بيبقى جاي من مدير امن الفندق والمساعدين بتوعه وطبعا جهات الامنية المختصة بتأمين المؤتمر فممنوع الدخول الاسلاحة طبعا قاعة المؤتمر ان حد يكون متواجد مع اسلاح حتى لو مرخص هذا السلاح لابد ان هو يكون بره فقط لرجال الامن الشراطيين او للجانب القيادي السياسي هو دولة من اللي مسمح لهم بهذا الشكل طيب دكتورة الانشطة اللي بتتمني يمكن هنتكلم عن هل هناك جانب امني خاص بالحفلات اينا دكتورة لم يتم ذكره ويهو هذا الجانب اذا كان في بعض الجانب الاخير هي بس مهمة جدا اجراءات الامن اثنائنا يا قادر المؤتمر اجراءات الامن اثنائنا يا قادر المؤتمر ان انا طبعا بأمن الممرات والطرق المؤدية لقاعة المؤتمر وبأمن البتأكد ان شخصية جميع الحاضرين لان انا بطلب من معدي المؤتمر ان هو لازم يميزهم ببطاقات عشان بقت متأكدة ان الشخص اللي داخل هو مسموح لين هو يدخل للمؤتمر كمان عدم استماح بدخول اي شخص غير المراقب المسموح لين هو يدخل لكل واحد شخص في المؤتمر بيلتزم به المقعد الخاص به ومش مسموح بالتجول او بمغدرة اي حد رقاة المؤتمر اثناء ان هيقادل ايه المؤتمر طيب ان انا بأمن ازال الا اذا كان هيروح للحمام مثلا اكيد لكن اوه مش مسموح ان هو يخرج ولو خرج هيقف ويتفتش في الدكتورة ولا معناه ايه لا بالنسبة لبعض المؤتمرات ولا لجميع المؤتمرات طبعا فيه المؤتمرات طبعا اللي هي غير مسموح اللي هي بمغادرة المكان الا بعد انتهاء المؤتمر طب ليه فندم عدم استماح هل هناك يعني وازع امني ممكن يكون مثلا حطه شيء وهرب او بيهرب فانا لابد ان انا اتعرف على المكان او فيه معلومات مثلا اللي اتقالت وهو خارجي يديها لحد مهمة فطبعا لازم ان هو يكون الحكاية دي كلها تحت سيطرة الامن لكن بيبقى مسبقة يعني في بعض المؤتمرات مش في كل المؤتمرات يعني فيه مؤتمرات علمية مثلا صاحبها هيحضر يدوبك سيكشن مثلا حاجة صغيرة ويمشي على طول فهو ليه وقته او خرجت الظروف غزبا عنه انه استدعى في مكان تاني كطبيب مثلا ايه اذا هو ينوه عن هذا الامر في المؤتمر اذا كان هو غير مسموح بخروج الا بعد انتهاء المؤتمر وده يبقى بصفة استثنائية وليس اطلاقية دكتور بالزبط فيه اجراءات امنية بعد انتهاء المؤتمر وده اللي هي بيأمن خروج المدعوين وتأمنهم طبعا بتشرف العناصر الامنية على فحص المكان اي متعلقات اي نزيل نسيها طبعا بياخدوها بيدوها لمدير امن الفندوق كمان لو هم لقوا اي مسودات او اي ورق ممكن حد يكون كاتب بوينتس او كاتب تعليقات معينة على المؤتمر طبعا بيلموها وبيعرضوها على مدير امن الفندوق وبناء على توجيهات امن الفندوق بيبدأوا يتخلصوا من الاوراق دي بالفرم او بالحرق ممكن يكون توجيهات معينة ورقة معينة بتحمل شيء دخل في الجانب الامني فمن هنا انا برضك بأمن اي شيء بيتخلصوا منها بالفرم او الحرق بحيث ان ايه مفيش اي معلومة خاصة بالمؤتمر خرجت برقات المؤتمر على سواء المؤتمرات انوحة كلها بالزبط وده طبعا من الجانب الامني انتهاء المؤتمر اهميته ان انا اأمنه هل هو لخروجهم واندفعهم خروج الموجودين في المؤتمر بتأمين خروج سلس وامن وممكن يحصل مشاكل مثلا بين المتزاحمين او باب او باب ما فتحش باب واحد اتفتح هل هذا الامر بس يا فندم الدكتورو ولا فيه امور تانية من الاهمية عشان اأمن كمان الاشخاص ان هما يخرجوا بسلام محدش يتعرض لهم محدش يضايقهم يخرجوا بنظام معين يعني يعني عشان ينهي المؤتمر بطريقة سليمة وامنية طب ده بالنسبة ليه المؤتمرات هل بالنسبة للحفلات تأمين واجب ويمكن اشد او اقل شدية فندم تأمين الحفلات بيختلف عن تأمين المؤتمرات نظرا لان عدد الناس اللي هي بتكون حضرة الحفلات بيكونوا كتير يعني ففرح طبعا الاعداد بتكون كبير ومتنوعين او بالضبط متنوعين بحدش عارف كمان المدعوين دول مين فتأمين الحفلات لازم يكون تأمين كبير جدا لان طبعا الاشخاص زي ما قلت لحضرتك بيكونوا كتير عدد بيكون كتير ومحدش عارف كمان مين الفرح دوت مين اللي هيحضروا او مين الاشخاص اللي احنا اعز منهم فلازم ان انا امن ايه الحفلات طب ها امن الحفلات ازاي لازم بمجرد بيجي الفرد يعد مع قدارة الاحتفالات وبيحدد ان انا مثلا ان انا هاعمل فرح مثلا هاعمل عيد ميلاد هاعمل حفلة عندي في الفندق بيبدأ طبعا وبيختار القاعة وبيختار كل الاشكال او كل تجهيزات القاعة بالشكل اللي هو ايه عايزها بيبدأ مدير امن الفندق يقعد مع رئيس ادارة الحفلات ويبدأ انه يشوف ايه القاعة اللي هو اختروها للحفلة عدد المدعوين قد ايه طبيعة الحفلة قد ايه هي ولازم يعرف الكلام ده كله لازم كمان بيبدأ يعمل تصور لخطة التأمين لمكان اللي هيتم فيه الاحتفال لازم كمان يوزق او لازم يكون فيه افراد من الامن موجودين في قاعة الاحتفال اثناء تقفرش القاعة طبعا علشان ما يكونش حد مثلا يسيب حاجة اي حد يحط مثلا شيء معين في القاعة لازم يكونوا متواجدين علشان يتأكد كمان من سلامة القاعة بيرعي على مدير امن الفندق ان هو يغير العناصر الامنية المكلفة بالتأمين لان احيانا في الفنادق بتم الافراح مثلا في القاعة يعني الفرح بيخلص بيتم وراه فرح او بيتم وراه حفلة فبيكون احتفالات كتيرة فانا لو سيبت عناصر الامن هما هما في كل الحفلات هيسيبوا بالملل ويشعروا بالملل طبعا والتعب فلازم ان هو عليه ان هو يغير العناصر الامن لازم كمان ان هو يحط على البوابات بتاعة قاعة الحفلات اجهزة الامن او بوابات الكترونية علشان طبعا يفتش المدعوي ولازم يطلب من ادارة الاحتفالات ان هما المدعوين يكون معاهم بطاقات علشان وعناصر الامن يرجعوا البطاقات عشان يتأكدوا ان الشخص داخل الحفلة دي كمان يتأكد تناسب اعداد الحاضرين بتقدعوا يا دكتورة لازم يتأكد كمان تناسب اعداد الحاضرين مع العدد المتفق عليه يعني انا مثلا رحت احد اسقاع حجزت 100 فرد فممكن اعزم بقى ميو 50 متين برحصي بقى فانا طبعا لازم طبعا الكلام ده غلط وعناصر الامن لازم ان هما يتأكدوا من تناسب اعداد الحاضرين مع العدد المتفق معاهم مع ادارة الفندق ويمكن ان اللي بيحصل عمل يا دكتورة امتلم في بعض الحفلات والافراح بنلاقي الاعداد زادت فالفندق ما بيطلعش غير عدد معاهم الوجبات هنا بيحس انه مفروض هيزود زياد يعني ممكن ما يكونش بيه دعوات وممكن يكون مشدد بشكل دعوات اذا اراد صاحب الفرح انه يعملين الدعوة نفسها فيها تكلفة يعني الجانب الخاص بالدعوة وعمل الدعوة نفسها فيها تكلفة فطبعا ده بيرجع دي تنظيم مع صاحب الحفلة بالزبط طب دكتورة هل الجوانب الامنية اكتملت بالنسبة للحفلات ولا هناك اشياء اخرى بتحمل نفس الضرورة لهمية في الجانب الامني في بعض الانشطة بتتم على هامش التفلات او المؤتمرات يعني مثلا انا عندي مؤتمر فالمؤتمر مثلا سياسي ثقافي علمي فبدل ما يعودوا طول الاسبوع في المؤتمر بيبدأ نعمل المجموعة من الانشطة علشان نرفها على الاشخاص اللي هم حاضرين المؤتمر ففيه انشطة بتتم داخل الفندق ودي بتتم تأمنها عن طريق مدير امن الفندق ومساعد ذي فيه انشطة بتتم خارج الفندق ودي لازم طبعا بتشترك معي الاجهزة الامنية في تأمنها زي مثلا لو انا عملت رحلة لزيارة المعالم الاسرية الموجودة في المدينة فلازم طبعا بتشترك معي التأمين اللي هي أجهزة الشرطة الخاصة بتأمين شرطة السياحة وتأمين مشاركة السياحية أو هيبقى في مرحلة تانية من المراحل الخاصة بالمؤتمر مؤتمر على تلت أيام لكن هناك خدمات أخرى بتخرج خارج الفندوق بالضبط لو أنا عملت لهم مثلا رحلة يزيروا المعالم السياحية أنا عندي مثلا الناس الحاضرين في المؤتمر أجانب فأنا عايز أعمل لهم مجموعة من الأنشطة ترفع عنهم فأعمل لهم زيارة مثلا يزيروا الأهرامات والبلهول وسقارة ومعاليم الأسرية بتاعة المنزل ده نشاط بيعمل الفندوق بعيدا عن مكاتب السياحية الأخرى ده نشاط بيعمل الفندوق بحيث أنهم يرفعوا على الأشخاص الموجودين في المؤتمر فلازم الأنشطة اللي خارج الفندوق بيتم تأمينها بوسطة أجهزة الأمنية الخاصة بالشرطة وفيه أنشطة داخلية بيتم جوه الفندوق فدي اللي بيأمنها مدير أمن الفندوق والمساعدين بتاعه طب زي أنشطة زي ايه مثلا زي في الكلور الشعبي مهرجان مأكلات أرود أزياء محلية وعلامية ممكن مباريات ثقافية ورياضية مباريات بتتم على حمام السباحة الدعوة لاستخدام السونة الموجودة عندي في الفندوق فكل الأنشطة دي لازم تكون مؤمنة بارتيشا خاص بيعرض فيه بعض البائعين المنتجاتهم داخل المؤتمر ترتبط في الجانب الفني أو الجانب التكنولوجي أو الطبي بالضبط ممكن ده أعمل سوق تجاري مثلا نعرض فيه المنتجات الخاصة بالتراث بتاع بلدنا اللي هي المنتجات بتاعة أسوان اللي هي الأشكال التواقي والأشكال اللي هي الخاصة بالتراث بلدنا فممكن أعمل سوق تجاري وده طبعا بيكون لطيف جدا ومشجع جدا وبيجذب أعداد كبيرة جدا من الحضرين اللي هي المؤتمر فلازم مدير أمن الفندوق بيأمن الأنشطة دي بيأمن الأنشطة دي زي إنه هو بيعد مع إدارة الفندوق بيعرف طبيعة النشاط اللي هما هيعملوه مكان اللي هيعملو فيه الأنشطة أسماء وجنسيات وعدد المشتركين اللي هيشتركوا فيه الأنشطة المكان اللي هنعمل فيه النشاط ويبدأ يشوف شكل المخاطر اللي ممكن تواجههم فيه المكان دوت وبيبدأ يدي تعليماته للعناصر الأمنية ويبدأ نكلفهم بيه المهام ويتبحى ويزلل العقبات اللي ممكن تواجههم طبعا ده بموافقة صاحب المؤتمر نفسه وليس الفندوق إطلاقيا ليه حق الواحده إنه يعمل يعني معرض كبير قوي ويتقطب فيه أعضاء المؤتمر لأنه مش من حقه إنه يعمل هذا الاستخدام بيراجع الشخص اللي هو مسئول عن أجندة المؤتمر يبقى هو المؤتمر هياخد مساحة أكبر يبقى هنتفق معاه ويتقال والله هيتقدم اكسيبشن تاني يبقى في الجانب ده لابد إنه يكون فيه جانب أمني طب دكتورة هل هناك أنشطة أخرى بيقوم بيها الأمن في هذه المؤتمرات والاحتفالات دي جانب أمني تاني ولا كده يبقى احنا اكتفينا بهذا الجانب الأمني وهو ده اللي مطلوب وكده عناصر الأمن أمنتلي المؤتمر سواء قبل ناقاض المؤتمر أو أثناء المؤتمر أو بعد ناقاض المؤتمر وكتأكدت من كل التأمينات ورجعت خط التأمين الفندق وأشددت على خط التأمين طبعا القاعة اللي بتتم فيها المؤتمر بردك لو أنا عندي حفلات بردك بيحط تصور لتأمين القاعة اللي بتتم فيها الحفلات بيحط أجهزة إلكترونية وبوبات إلكترونية وتفتيش للأشخاص اللي داخلين الاحتفالات. لو هو هيعمل أنشطة على هامش المؤتمر أو الاحتفالات. هنشوفنا إيه هي طبيعة الأنشطة اللي ممكن أنه هو يزودوها على المؤتمرات. وإذا شفنا إزاي نحن نأمن هذه الأنشطة. علشان طبعا نكون حقاً كل التأمين اللي موجود للأشخاص الموجودين في الفندق. يمكن يا دكتورة الباب الخامس من دراسة أبنائنا الطلاب بتتكلم يمكن عن الجانب الخاص بالتأمين ضد أخطار الحريق وأسلوب الإخلاء. طبعاً هناك برضك أجواء مختلفة للخطورة بتمثل خطورة على العملاء والنزلة وعلى الفندق نفسه وعلى منشآته لابد أن يكون فيه جانب تأمين خاص. عاوزين نبدأ التأمين وياخد أول مصادر للخطورة يمكن المخاطر الكهربائية اللي دايما بيكون سبب مشكلة جديدة جداً من الحرائق والمخاطر المختلفة. طبعاً المخاطر الكهربائية دي شيء طبعاً لازم ناخد بالونا منه جداً لأن الكهرباء في حد ذاتها مؤزية أو تسبب ممكن سبب ضرر للإنسان وكمان ممكن ينتج عنها حريق هائل. فلازم نبقى عارفين إيه هي المخاطر الكهربائية. طب يتعرض الإنسان لصدمات الكهربائية إمتى طبعاً لو لمس أو استخدم معدات كهربائية ينتج عنها مرور بعد الطيار الكهرابي جوة جسم الإنسان. طب إمتى تتوقف الخطورة أو تصبح هنا الموضوع خطر وممكن لقدر الله تسبب الوفاء. لو أصبح جزء من جسم الإنسان جزء من الدائرة الكهربائية. فطبعاً بكده بيمر كل الطيار الكهربائي من المعدة دي أو من الجهاز ده لجسم الإنسان. فبالتالي طبعاً ولا عيزوا بالله الشحنات الكهربائية بتزيح الأكسوجين وبتهيها بتخش في الدورة الدموية. ممكن طبعاً تعمل صدمة للقلب والمخ. ممكن لقدر الله تسبب الوفاء. لازم أنا بقى وغدى بالي جداً الفندوق. يعني ممكن تكون داخل كمان الغرف النوم العملاء. زي مثلاً فيشة اللي بيشحن بيها موبايلو أو التاب بتاعه. أو التلفزيون أو التلفزيون. لابد أن يكون في هذا الجانب مؤملة. كمان للأطفال الصغيرين يا دكتورة. طبعاً الجانب الخاص بالتوزيع القهرباء. يمكن مصر تمسي على خطين بس يا دكتورة. برة بيمشي على ثلاث خطوط. يعني منهم خطين من ثلاث خطوط. وما سألنا على الخط التالت كانت الإجابة. إن ده بيمنع حتى لو الشخص لمس الترفين. إنه يوصل ليه الطيارة القرابي. لأنه بيعتبرش من الدائرة. فبيخرجوا برة الدائرة اللي هي بتلف. وبيبقى الخط التالت هو ده اللي بيسمح بتفريغ الشحنة. هل ده بيتم في الفنادق على شكل خاص كنوع عالمي في رقابة من جهات دولية وجهات محلية أمنية. ولا بيبقى على نفس السيستم اللي ماشي على مصر. هو أكيد طبعاً الفندق اللي بيكون مأمن الكهرباء اللي موجودة عنده طبعاً. لازم طبعاً بيكون متوصلة بالسرك الأرض. يعجيب أسلاك من نوع معين. من أسلاك عامل العزل بتاعه كويس جداً. لأن ده كله طبعاً بيأثر على لازم يكون مأمن كمان الأجهزة الكهربائية. يعني أنا اتكلمت قبل كده في تأمين الغرف. لازم أن أنا أكون متأكدة كويس جداً من تأمين الأجهزة الكهربائية الموجودة في الغرف ومن الفشات ومن لازم أتأكد أن كل حاجة سليمة في الغرفة عشان ما تخدمش أسناك. وما خليوش أسمحه أنه يحط غلاية مياة مثلاً جوه. لا خدم مسموح طبعاً لا لا لا. حاجة لو تثابت ممكن تمثل خطورة. مكوى مثلاً معينة. مفروض لاستخدمش مكوى. لا الكلام ده كله ممنوع في الغرف. يعني ماينفعش مثلاً هو يطلع بالكاتل أو الغلاية في الغرفة. لا هو عايز يشرب أي مشروب. عنده خدمة الغرف وعنده المطعم. مثلاً المكوى عنده قسم اللاندري اللي هو قسم المخسلة بيقسله أي هدوم. بيكويله أي هدوم. فيه خدمات طبعاً بتتم لراحة النزيل. لكن لازم يكون أننا مأمنة الوصالات الكهربائية ومأمنة الأجهزة الكهربائية. لأننا عندي مجموعة من العوامل اللي بتسبب الحوادث النتيجة عن استعمال الكهرباء. مثلاً التحميل الزايد. لو أنا عندي زيادة شدة الطيار الكهرابي طبعاً ممكن أن هي تسبب لي أو أنا استخدمت معادات كهربائية تالي. فأو أنا لمست أجزاء أجزاء كهربائية لمس أجهزة كهربائية مقهربة أو فيها تلميس. كل ده ممكن طبعاً يعمل لي حوادث نتيجة عن الكهرباء. أو عدم موجود السلك الأرضي. وإحنا نتفق مع بعض بعد شوية أنه لازم كل التركيبات اللي هتوصل بها الأجهزة كهربائية تكون متوصلة بالسلك الأرضي اللي هو بيكون موجود أثناء التأسيس. ولازم السلك الأرضي ده بيكون من أسلاك معينة وسلك جاي جداً. هو ده اللي مفروض يحصل يا دكتورة. حتى الفيشة اللي تتحط جوه نفسها بتبقى ثلاثة. يعني بيقول عليها ثلاثة أجزاء بيخش جوه. ده هو ده اللي بيصرب الطاقة الزايدة أو الطاقة الكهربائية. ما يدخلش الإنسان في هذه الدائرة. ويقفل الدائرة من هنا بيحصل الصدمة الكهربائية التبيرة. طيب. دكتورة. اتكلمت حضرك عن مقاومة هذه الأخطار. هل هناك وسائل أخرى المقاومة ولا هي دي الأشكال المختلفة لها؟ في طبعا طرق الوقاية من أخطار الكهرباء وهي بالنسبة للتوصيلات الأرضية. إحنا لسه نتكلم من شوية أن لازم التركيبات اللي بتتوصل فيها أجهزة كهربائية تكون متوصلة بالسلك الأرضي. والسلك الأرضي ده بيكون من سلك جيد جداً ومن مادة عزلة كويسة جداً. طب هما ليه بيوصلوها بالسلك الأرضي؟ لضموان عدم مرور الطيار الكهرابي داخل التوصلات اللي موجودة في جميع أنحاء الفندو عشان أتأكد أن التوصلات دي كلها سليمة لازم أستخدم أنواع معينة من السلك طبعاً أنه هو اللي بيكون مرخص عالمياً. لأن السلك لازم يكون زوسمك معير ولازم يكون سليم علشان طبعاً يتحمل جهد كهرابي عالي. ويتحمل درجات الحرارة ويتحمل معايا شدة الطيار الكهرابي لو زاد عندي ممكن يزيد عندي فجأة. فلازم أنه بيتحمل معايا عشان ما يسببش أي ضرر. لازم كمان المادة العزلة للكابلات تكون منها نوع جيد جداً من الكويتش. بالنسبة للسانت الأدوات الكهربائية أنا ملمس أي سلك في الدائرة الكهربائية إلا لما تأكد من خلوه ومن الكهرباء أعتبر أي سلك في دائرة الكهربائية لازم كمان الناس اللي هي بتشتغل فيه الكهرباء لازم تكون بتلبس ملابس الوقاية الشخصية اللي هي قفازات مسك المنصهرات بتحط دوسات تحت رجليها بحيث أن هي تقلل كمية الطيار الكهربائي اللي هو ممكن تخش جوه الجسم لازم تكون وهو بيشتغل فيه الكهرباء الملابس بتاعته تكون خالية من أي شيء من المعدن زي مثلاً حزام فيه توكا فيه معدن ساعة زراير في الأميس فيها معدن فلازم طبعاً أن هو يتأكد أن هدوء خالية من المعدن لأنه ممكن يلامس من غير ما ياخد باله الجانب القهرابي فيعمل الدائرة بالزبط تمام يا دكتور طب دكتورة أهم الاحتياطات الواجب اللي تمام بيها هل هناك احتياطات شايفها حقيقة ضرورية جداً عشان نواجه الجانب الخاص بمخاطر الكهربائي؟ طبعاً فيه مجموعة من الاحتياطات لازم أن نهتم بيها زي إيه أن أنا بفتح المفاتيح الرئيسية للدوائر الكهربائية وبحط عليها شريط عازل الناس اللي هي بتيجي تشتغل في الدوائر الكهربائية أو في الأسلاك الكهربائية يجي يقط فيها وهو بيشتغل ماشي لازم كمان وهو بيشتغل يكون حاطة علامات تحذيرية أو حبل حوالين المنطقة اللي هو بيشتغل فيها لمنع الاقتراب كمان لازم أنه هو يعمل صيانة خاصة للمعدات ويتأكد من اختيار المادة العزلة للايه المناسبة عدم استخدام المصابيح الكهربائية في الكشف على الأسلاك والحتة دي مهمة جداً سواء في حياة العملية سواء في الامتحالش وبجيلي أعلل ليه بقى؟ لأن المصباح الكهربائي بيكون ليه جهد معيد لو أنا حطيته على سلك السلك ده الطيار الكهربائي فيه جهده أعلى من جهد المصباح هلاقي المصباح عندي طبعاً اتناصر اتناصر ممكن تخش في عيني الشخص اللي بيشتغل وتسبب له إيه أضرار بلغة كمان لازم أنه هو يعمله التفتيش دوري على الأجهزة الكهربائية اللي موجودة عندي في الفندق علشان بوسطة إيه مختصين فنيين ولازم طبعاً وانا بشتغل فيه الكهرباء عدم استعمال السلالم اللي هي مصنوع من الألمونيوم أو من الحديد لأنه مواصل جيد جداً طبعاً للطيار الكهربائي لازم استخدم مثلاً سلك خشب سلم سوريا خشب علشان الخشب مادة عزلة للطيار الكهربائي لازم كمان عدم تراكم أو ترك الأطريبة تتراكم داخل المعدات لأن ده بيؤدي لتلاف المعدات حقيقة دكتورة طيب منع الحرائق النتيجة عن الكهرباء هل هناك وسائل جديدة مرتكرة هل هي وسائل مفروض اتباعها بشكل أمني طبعاً لازم عشان أمنع الحرائق احنا زي ما اتفقت مع حضرتك من شوية أن أنا لازم أمنع المشكلة قبل حدثها ما سيبش المشكلة تحصل وبعدين أحط بقى الخطط لمواجهة المشكلة اللي حصلت فأنا لازم أمنع حرائق النتيجة عن الكهرباء طب هأمنعها زي أنا اشتغلت مثلاً في الكهرباء وغيرت التوصيلات وغيرت أسلاك ما سيبش الأسلاك القديمة بقى موجودة في نفس المكان اللي أنا كنت بشتغل فيها لازم أتخلص من كل التوصيلات المؤقتة أو القديمة أمنع حدود شرارة كهربائية وخاصة في الأماكن فيها مواد قابلة للإشتعال يعني أنا عندي مثلاً مغزن وقود ما سيبش طبعاً يحصل فيها شرارة كهربائية لأن شرارة كهربائية ممكن تولد لي حاجة أو تولد لي سبب لأنه يندلح حريق وخاصةً يكون عندي مواد قابلة للإشتعال لازم أختار مادة العزلة اللي أنا هختارها بالنوع الجيد جداً وشوء على حسب المكان أو على حسب الأجهزة اللي أنا بستخدمها لو مثلاً المكان اللي أنا بستخدمه دوت فيه غليات فيه أفران فيه مثلاً خزانات لازم المادة العزلة تكون من الإسبستوس طب لو أنا مثلاً المكان اللي أنا بأسسه دوت أو اللي أنا بشتغل فيه فيه مياه طب المادة العزلة تكون من إيه؟ من الكويتش علشان الكويتش مادة عزلة طبعاً المياه أصلاً مصدر موصل للطيار الكهربائي فلازم الكاوتش بيكون مادة عزلة علشان ما توصل ليش لإيه الطيار الكهربائي وتسبب ميس أو تسبب حريقة أو تسبب أزل أي شخص دكتورة الاحتياطات الواجب بنشوف التوصيلة أو الشبكة الخاصة بإطفاء الحريق دي موجودة في كل فندق من الفنادر وبيبقى لها دور كبير جدا فيه هل هي من وسائل تأمين ولا هي من وسائل منع الحراق أنا عندي كهاز مكافحة الحريق دي اللي أنا بكون مزودة بيها في كل الأماكن في تاعة الفندق وخاصة غرف النزلاء هي بتسببت على أسقف الغرف ودي مهمة جدا جهاز إنذار الحريق لأن جهاز إنذار الحريق ده ده بيديني أو هو عنده قصية الاكتشاف المبكر لإنذار الحريق ومجرد ما بيشم رياحة الدخان هو فيه حساس مجرد ما تبدأ دخان بسيط جدا هو بيدي إنذارات عالية جدا فيه الفندق وفي غرفة التحكم إن فيه حريقة بتقوم في الفندق فطبعا مهم جدا جهاز إنذار الحريق لإكتشاف المبكر للحريق دكتورة يعني خليني أطرح اقتراح لأن لما بيحصل في الأفلام مثلا أبنشوفها أنا ما تعرضش للموقف ولكن لو حصل ألارم مرة واحدة الفندق كله بيبقى فيه هرج ومرج وبتبقى العملية مش عارفين ممكن يكون الموضوع من حاجة بسيطة في مكان معين وعبالما رجل الأمني يتنقن ويروح يشوف إيه المكان ده هو مش عارف الألارم جاب نين هل يمكن أن نضيف إلى جانب المعدة الخاصة بالإطفاء كاميرا صغيرة لا تعمل إلا مع وجود هذه رحية يعني السنسور الصغير اللي بيشم الريحة يفتح للشبكة تلفزيونية الخاصة بيه جنبه مباشرة هي شمته عشان يحدد المكان فيحدد المكان فالألارم ده ما ييجي للأمن هييجي مسبب في مكان معروف هل هو ممكن يقفل الألارم ده لأنه عارف المكان المحدد ده وانا هتعامل معاه وخلاص انتهى عشان ما عملش ولا هل يمكن إضافات جديدة مبتكرة في جانب استخدامنا للألارم لأن الألارم ممكن بيؤدي إلى مشاكل كتير جدا منها بالبلة بتحت الجول فندق المشاكل ومنها بيضحدوا السرقات بيبقى مفتعل يعمل ده في مكاني عشان يفتعل فيه عشان يقدر يهرب من الأمن أو يسبب مشكلة معينة هو مثلا جاهز انزار الحريب يكون مزود بلمبة بتنور في غرفة التحكم عند المكان اللي هو فيه الحريب بتديره هناك عارف هو فين الحريب بالضبط لمبة في المكان اللي هو قامت فيه الحريب يبدأ أن هو يتعامل معاه طبعا الشخص اللي بيقاعد في غرفة التحكم ده طبعا بيكون مدرب زي يتعامل مع الحريب وعنده حضرتك شاشة بتديره الألارم ده في كل مكان يعرف مكان وسبب المكان طب ده شيء جميل يا دكتور طب دكتورة يعني الجانب الخاص به الحرائق وأسبابها المختلف إزاي أنا يعني إزاي الكهرابة ممكن تعمل حريب يعني برضا فيه ناس ما بتبقاش متخيلة وطلابنا طبعا عايزين يعرفوا إزاي بيحدث الحريق نفسه من خلال الكهرباء في عندي عادة أسباب للحرائق طبعا بالنسبة للكهرباء هي ممكن استلكة مثلا يكون ساح مع ردفع درجات الحرارة وطبعا الحرارة ماشية كمان في الأسلاك بتدي درجات حرارة عالية فبتبدأ ممكن استلكة يكون قديم أو ساح فبيبدأ يعمل ماس كهربائي طبعا أنا عندي عادة أسباب كمان دي الحرائق وهي زي النيران الصناعية عود كبيت عقب سجارة شرر دفيات الأفران المداخن كل ده ممكن يعمل لي حريقة زي الدفيات طبعا إحنا في جو سقع جدا السنة دي في مصر فإحنا كلنا بنستخدم الدفيات أو التكييف سخن فلازم أن نخلي بلة جدا من الدفاية لأن ممكن شرر الدفيات والعيازه بالله ممكن يعمل حريقة طبعا هائلة ممكن عندي كمان من أسباب الحريق الماس الكهربائي زي ما قلت لحضرتك لو حصل تلميس أو حصل مثلا سلك بدأ أنه ينصهر من درجات الحرارة العالية فيبدأ يعملي ماس كهربائي كمان التفاعلات الكيميائية السواعق السواعق الاشتعال الزاتي كل ده من الأسباب اللي هي بتسبب الحرائق دكتورة أسام محمد مادة في غاية الروعة ومعلومات سخية جدا أتمنى أن يكون طلابنا وطالباتنا فيهم الدرس واستوعبوا لأنه هو أسلوب حياة وطريقة حياة في معالجة مخاطر كثيرة والتوقف ووقوف عندها حتى لا نقع في هذه المخاطر بشكرك يا دكتورة على هذه المحاضرة الرائعة وتمنى لك مزيد من التوفيق مرسي رب نخليك شكرا شكرا لكم أعزائي الطلبة في كل مكان يا رب النهاردة الدرس يكون بسيط وجميل وأنا حاسس أنه دم خفيف وأكيد هنتعلم منه حتى في بيوتنا وفي شغلنا اللي مفروض مستنينا بعد التخرج بشكركم وتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح إلى اللقاء